هذا وأثبتت المرأة البحرينية جدارتها في تبوء مختلف المناصب ومارستها بكل كفاءة للعديد من المهام حيث برزت المرأة البحرينية في كافة ميادين العمل الشرطي الذي يعد ركيزة هامة من ركائز حفظ الأمن والحفاظ على مكونات المجتمع كما تميزت المرأة في مجال الأمن والخدمة المجتمعية مؤكدة قدرتها على أداء دورها بكفاءة عالية في خدمة وطنها في ظل الاحتفاء بليوبيل الفضي لتولي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المعظم مقاليد الحكم تستمر مسيرة العطاء والتطوير في مملكة البحرين مستوحات من القيم والمبادئ التي أرساها جلالته ضمن المشروع الإصلاحي هذه القيم ساهمت بشكل فاعل في تعزيز الكفاءة وتحقيق النجاحات المنشودة على الأصعيدة كافة وفي هذا السياق تحتل المرأة البحرينية مكانة مرموقة بفضل مساهماتها القيمة والمبادرات الطموحة التي أطلقتها صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة عاهل البلاد المعظم ورئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله التي عززت من دور المرأة في مختلف المجالات وأثبتت حضورها الفاعل في تحقيق التنمية الشاملة لمملكة البحرين يعكس شعار احتفاء هذا العام المرأة شريك جدير في بناء الدولة رؤية مملكة البحرين في تمكين المرأة وتعزيز دورها في بناء المجتمع كما ويعكس هذا الشعار استمرار المرأة البحرينية في تعزيز مكانتها ودورها الفاعل في المجتمع والتي حققت إنجازات مشهودة في مختلف المجالات لا سيما في وزارة الداخلية لتثبت أنها جزء لا يتجزأ من مسيرة التنمية الوطنية وفي إطار رؤية الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية أثبتت المرأة البحرينية جدارتها في الدخول إلى مجالات عمل جديدة في وزارة الداخلية حيث نجحت المرأة في تحقيق إنجازات مميزة في مجال الأمن والخدمة المجتمعية لتؤكد قدرتها على أداء دورها بكفاءة عالية في المجالات كافة التي تخدم وطنها هكذا وتواصل المرأة تأكيد دورها المحوري في بناء مستقبل الوطن ومع كل إنجاز جديد تثبت أنها شريك أساسي في مسيرة مملكة البحرين نحو التنمية والإزدهار